النهاردة أمانة حزب مستقبل وطن في القاهرة نظمت مبادرة لدوري مستقبل وطن بالصالة المغطى لأستاذ القاهرة وحضر هذا الأمر عدد من النواب وفاز فريق السلام على فريق رود الفرج خلال المباراة النهائية وده كان بحضور حوالي ألف من أعضاء الحزب في المحافظة ده في الوقت اللي شهدت فيه أمانة الحزب بالقاهرة عدد من التحركات والأنشطة اللي بتستهدف الانتشار بين المواطنين سواء لتوزيع السلع الأساسية وكمان تنظيم معارض لبيع الأدوات المدرسية وحملة لتجميل عدد من الميادين وأكدت أمانة الحزب دورات ولقاءات ثقافية وسياسية لقيادات وعضاء المحافظة هيتم عملها خلال الشهر اللي جاي إن شاء الله